والآن أعطي المجال لمعالي الدكتور مدير عام المنظمة لقراءة البرقية الخاصة التي سيتم رفعها من المشاركين في هذا الاجتماع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد السلطان عمان حفظه الله ورعاه السلام على المقام السامي ورحمة الله وبركاته وبعد فيتشرف المشاركون في مؤتمر لسيسكو الثالث لوزراء التربية والتعليم في اختام أعماله التي عقدت يومي أثنين وثلاثة من أكتوبر عشرين أربع وعشرين في رحاب مدينة مسقط عاصمة بلدكم الزاهر بأن يتقدموا إلى جلالتكم بأسمى عبارات الشكر والإمتنان والتقدير على ما حظي به المؤتمر من اهتمام رفيع وما تم تهيئته لأعماله من ظروف النجاح والتميز وعلى دعمكم المصول للعمل المشترك في مجالات التربية والتعليم وفي المجالات كافة خدمة لقضايا التنمية المستدامة في العالم الإسلامي ويغتنمون هذه المناسبة ليعربوا لجلالتكم عن ثائق التقدير لجهودكم الحتيثة الموفقة في الارتقاء بالمنظومة التربوية الوطنية وفق الرؤية المستقبلية التي أطلقتموها تأسيساً لمرحلة جديدة على درب التقدم والنماء وإرساءاً لدعائم الاستدامة في مجتمع الإنسان مبدع يستثمر التربية والتعليم والبحث العلمي في تحفيز طاقات البدل والعطاء والإبداع لدى الناشئة والشباب ومختلف فئة المجتمع وفي تمكين المرأة شريكاً للرجل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وإننا نشيد بإنجازات بلدكم الباهرة في تطوير المنظومة التربوية والتعليمية والتقدم بها نحو تحقيق التطلعات التنموية الوطنية ندعو الله أن يحفظكم ويوفقكم ويحقق بقيادتكم الحكيمة المزيدة من التقدم والازدهار لشعبكم ولبلدكم الكريم وأن يبقيكم دعماً وسنداً لأمتكم الإسلامية المجيدة والسلام على المقام السامي ورحمة الله وبركاته المشاركون في مؤتمر الإسسكو لوزراء التربية والتعليم السلام عليكم اشتركوا في القناة